وعشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور هيند البنة استشاري الصحة النفسي سيك يا دكتور أهنا سيكزي الحمد لله انت أكبرك إيه مش هسألك السؤال ده غير في الآخر يعني هو سؤال صريح وانا بحب الإجابات الصريحة بس انا عايز أسألك من الأول هو احنا لسه فعلا في مجتمعنا الست لما تكون مطلقة ومعها عيل وما ينفعش ان انا كون بخت يعني البخت الأول لواحد لسه ما شافش على دونية زي ما بيقولوا ما احنا عايزين نغير المفهوم ده بصراحة بس لسه موجود صحا لسه موجود وللأسف يكون موجودة عند البنات نفسهم أو الستات نفسهم ها يعني الأم ما بترضعش هي نفسها لا هي الست البنت المطلقة نفسها بتشوف ان عندها عيب بتشوف ان عندها نقطة ضعف طالما اتجوزت قبل كده ومعها طفل كأن هي اللي فيها المشكلة فدايما بتعرض نفسها بالأزمة دي انت هتقبل بيا وانا عندي طفل هتقبل بيا وانا مطلقة هتقبل أهلك هيرضوا بيك انت اللي بتصداري الصورة دي لكن بما ان احنا نسبة نسبة الطلاق عندنا بقت زيادة جدا وبما ان مغلب أغلب المطلقات في سن صغير ومعهم طفل أو أغلبهم طفل فاحنا نغير المفهوم ده انت من حقك ان انت تعيش حياة جيدة واحنا لما بنتجوز بنتجوز ليه؟ عشان سنة الحياة دي رقم واحد أولا انت لما تختار الشرك حياة لازم تبقى انت مش بيع احتياجاتك بشكل ما لا ده هيجي يبسطني ويخرجني وهفك الدفاير وهخرج وهذا بقى الغواب وهسهر برا وهيصفارني وهذا الغواب ده يفسحني كلنا لأن احنا بنبني توقعات على حاجات احنا مش عارفينها ممكن تكون غير حقيقية لا انا رأي انت راح تتجوزي لازم تكوني في الاساس انت مكتملها يعني انا اعرف ازاي ابسط نفسي الوحدي عشان اللي هيجي مش هو الله يبسطني بالضبط يعني في قصة ميرفد هي عندها ضعف عندها احتياج نفسي عندها احتياج عطفي عندها فكر المجتمع وفكريها هي ان انا كويس نرد بيها بظروفي هي دي المشكلة تحتي بالك من الجملة دي انا صفرت معك وليما اجا ذاكر القصة وقراها تصفر معايا الجملة دي نوع ردي بظروفي لا ما لها ظروفك حبابتي انتي اولا انتجوزتي بسن صغيرة جدا اللي هو 16 سنة ده زواج قاصرات على فكرة بظاف ازاي تم الجواز ده طبيعي ما تنجحش الجوازة انتي طفلة اصلا غير مسؤولة لسه يعني اتطلعت قبل كده عشان كانت قاصر هو 16 سنة سنة زواج قاصرات حضرتك اصلا ما هو بنتي احنا منكبرها ليم عشان نجوز 16 سنة وهي لسه طفلة عشان اللي يأخدها يربيها ويصغيرة وما تبقاش شرف الدنيا ما ده فكري غلط اللي بيتفرجوا دلوقتي انا لازم اتبنى بوجهة النظر التانية عشان في ناس بتقول كده فلازم اقول كل حاجة انا بشوفها في المجتمع عشان يكون لي هرد عند الاستشاري النفس اللي بنستضيفه في برناد لا الجواز مسؤولية ومسؤولية مش قليلة الجواز مش مجرد فرح وفستان وزفة والكلام ده كله سطرناها وبعدين رجعت لك ببنت او رجعت لك بطفل لان هي لسه مش مسؤولة لسه مش مكتملة انها تشيل مسؤولية بيت ومسؤولية زواج ومسؤولية استقرار لا لازم يكون السن مناسب بالنسبة لقصة مرفت حضرتك انت عندك مشكلة في ان انت جوزت بدري فانت اصبحت مسؤولة عن نفسك وعن راجل وعن بيت وعن طفل وليه دايما بيقولوا انه ما نخلفش في اول سنة ده فعلا الكلام ده حقيقي انا بتمنى وجد النظر ده حقيقي ليه بقى لان لازم تحسي بمسؤولية الجواز الاول مسؤولية بيتك الاول انت قدري على ده وقاية مسؤولية ضبط مام ده فيه ده انت هتخسيلي وهتنظافي وهتنزلي الشتوي والصيفي ليكي والغير وفي نقطة اهمة انت هتشاركي حد في حقيقة وهو شاركك في حقيقة على اختلاف طبعكم على اختلاف تربيتكم على اختلاف ثقافتكم في مشاركة دي محتاجة مجهود زي ما هو بيصرف وبيكون عليه الجزء ولعب المادي انا عليك الجزء المعنوي والجزء اللي في البيت واخبالي دي محتاجة لا محتاجة وعي محتاجة نضج محتاجة ان انت تكوني قادرة على ده فكرة ان انا البنت خلاص خلاصت تعلمها او البنت في سنة زي ده وتروح تتجوز معلش احنا كده بنظلمها منتك ما بتاع فتطبخ وتمسح ده جواز لا 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 بسلاش طبخ ومسح وغسل لا الجواز اكبر من كده بكتير الجواز فيكة المشاركة نفسها لشخص تاني بتبعها المختلفة بالمستقبل بالطموح نبقى على وفاق وعلى وفاق نعرف نتكلم اهم حاجة تفاهم ده رقم واحد في الجواز تفاهم الثقة انا انت ازاي بنت صغيرة زي كده فهم يعني ايه اصلا راجل في حياتك او مسئولية زي كده ثقة تفاهم لغة حوار انت لسه طفلة انت لسه محتاجة ان انت اصلا تندجي محتاجة وعندك وعي هو انا لما بقول يا رب بديني اشارة هي دي كانت اشارة بالزبط يعني يوم قرأت الفتحة ابدا يوم ده واضح ولا ده اختبار من ربنا ان انا هصبر واحتسب وهستناء وان انا اصيل والنتيجة ايه لا 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 في حاجات ريت فلاج يا سالي ايه بقى الريت فلاج زي لاب الحاجات العلامات الحمرة انه منورة كده انه لاب بان لا بينا بينا جدا بس هو طلع بوراقة يا هن يعني بيه بقى حيثيات وفي حاجات احنا ممكن مش عارفين بس النتيجة في النهاية ايه انه ما زال بيشرب اهلي قالوا لي بلاش عشان هم ناس طيبة جدا يا سالي خدت بالك من الجملة برضو انا عمال اقرأ القصة مصحوبة ببعض انت بتردي على نفسك هي ندمانة وقد شايفة ان هي محتاجة تسمع كلام اهلها ناس طيبة دي يعني ما قالوا ليش كل الخطر مطيبين قالوا لي بلاش بس ما قالوا ليش الاخطار ايه بس اخته وقفت في صفها وده نادرا ما بنلاقيه وما اخته هلم ربيه ففهم شخصيته فهم هو عمل ازاي فهم انه شخصية اعتمادية من الاول مش مسؤول شخص مدمن شخص اعتمادية ليه دايما بيقولوا انه المدمن بيصحبها معها كده الخيانة ده حقيقي لازم المدمن يخون ولو اصلا بقاش فايقلي ولا فايقل الدنيا خلينا نقول بس ان الادمان نفسه في حد ذاته كده حالة مرتبطة بسمات الشخصية لازم اجري على طول طبعا هي مفروكة من اول ده خلاص تاخد بالها لكن هي عندها نقطة ضعف نقطة ضعفها ان انا مين هيرت بظروفيا انا مطلقة وده المشكلة اللي احنا لازم فعلا تتغير هل ينفع الزوجة تاخد الباسوورد بتاعت موبايل جزا ما بحب بس ده واي ليه لان هو فيه ازاليكي على فكرة رقم واحد وليه تعمل باسوورد طالما انت ماشي تمام ونفترض ان هو ماشي تمام او مش ماشي تمام واعمل باسوورد انا كزوجة ما يفعش تبقى معايا ليه عشان لو انا عايز افتح الموبايل لأي سبب وفريدي لقتي حاجة دايقتك هيبقى رضي فعلك ايه هتصرف ازاي وليه لقى مهمة والله على اعتبار ان احتمال على اعتبار ان الخيانة الالكترونية بقت سهلة جدا اخد امالك يعني انت ما تزعليش مني يقولك دايما ان هو يغفلني احسن ما بقى عارفة الحقيقة اكون دايما مصدر قوة مضعفش يعني ايه يعني اعرفتي انه بيخونك لقيت حاجة على الموبايل انت كده ايه هتيجي تواجهي صح ده الرقم اول فعل هتعملي لا ده غلط تعمليش كده ايه طبعا يعني هيك ده غلطان طبعا هناخش في السؤالة بعد واسكملي ها غلطانة ليه غلطانة عشان هي اللي كان في السر بقى في العلن يعني ايه وبمزاجك يعني اقفاشتك وبعد ما اقفاشتيني هتبجح هقولك مش عامل كده تاني بس هي عامل كده تاني هو ايه اللي هيخاف منه تحلف وحيات بنته صحيح انا نسيت اقولك الحيطة احضرتك بتتكلم طيب اقول يا ميرفت انت بوله بتتعاطى غير مسؤولة فيه تفاصيل كتير فحيحلف يعني لما واحدة تقفش جزها خين ما تواجهش لا ما تواجهش تعمل ايه الوقت المناسب اللي تواجه فيه ما تواجهش هي منفعلة ما تواجهش وقت ما تكتشف الفعل تشوف منها وبنفسها مش هقول هي مقصرة ان الخيانة مش تبريره ان الست مقصرة فالراجل اتطرخون لا مش عادينا نقول ده خالص بس نشوف ايه نقطة الضعف اللي وصلت لكده ان انا مركزتش معك اكتر من كده بظبط شوفي كده انت حاولي تديري امورك بعقل بحكمة ما تخجيش الامور على قرامتك اوه في الاول ان انت الخسرانة مجرد من انت عرفتي حاجة زي كده واجهتي بيها خلاص يعني انت عرفتي مفوض افضل ساكتر لا اختاري الوقت المناسب واختاري صعبة هي صعبة بس محتاجة شوية يعني حساب اللي جاي هقولي دلوقتي اللي جاي مفوضي بعمل ازاي على حسب طبيعة علاقتكم بعض الاول بقى طب لما واجه العقاب يكون عامل ازاي في الاول عقاب اه ما في عقاب فكرة العقاب دي تبقى صعبة شوية ليه لان هنا اخدي بالك انت دلوقتي الخينة تلاتة اطرف اوكي الرجل الخين او ومزوجته والطرف الثالث اللي موجود في القصة الخينة الخينة اللي هي اصلا في قصة ميرفت هنا قريدي خينة الجوزها كمان اه طبعا اخدي بالك دي قصتها قص بالضبط فحنا عندنا مسلس هوا حضرتك جتي قلت لجوزك انت بتخني اوكي وانا عرفت كل حاجة ورحت واجهتها تخيل النتيجة ايه فيش حاجة انت خسرانة مفوض نعمل ايه لا احنا منواجهش نواجهش وقت الانفعال مبدئية ده رقم واحد رقم اتنين نحسب قبولنا كده يعني الست العقلة الشطرة تكون محضرة له هدوم وتحطها بر عشان ما تواجهش في الانفعال يومين وهذا وهذا خلق تاني عشان الكلام لا 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 التذي نفسي هقولك حاجة لا لا اسمعيني الاخر يا سيأس القصة دي متكررة كتير طبعا متكررة ايه احنا في مساء بالضبط سواء كده او كده يعني دي ست هنا في ست خينة الجزهة وفي راجل هنا خين المراتور اه ما اكيد مش هيكون معنا عامة هيجب ست بالضبط احنا عندنا تلات اطراف زي ما قلتلك مفيش حد ضحية مفيش حد ظالم نعم يعني ايه هقولك ببساطة شديدة جدا يا سيأس مش ببرل الخينة خالص بس في اسباب كل واحد بيشوف اسبابه من موجة نظره ما بتربيته ما كانتش كافية انه يا ضريب اولد كويس او راجل كويس لا لا انا بكتلم على الدافع اللي خليه يوصل للفعل ده غير محترم وايه كمان من هو راجل غير محترم ده وجهة نظر اللي وقع على الخينة وبسباص و هنا في القصة هنا مدمن و مش هبرل مش بنبرر لا انا اقولك مش بنبرر و راح جايب واحد لقدمامته عنده عقدة كل واحد هيقولك مبرره الخاص جدا وهيلاقي عايز احتواء احتواء طب معلش حاديك عايز احتواء في ست انت معاك انت اخترتها من الاول لقيت ان ما فيش احتواء اشتغل على العلاقة حاول تطور منها حاول تقرب منها لقيت الموضوع ما جابش نتيجة انسحب بهدوء انسحب بهدوء لكن اللي تظلم يعني شايف ان الست ما بتبقاش ضحية لما راجل يكون خين لان الست دي ممكن هي نفسها زي امراض صاحبه خينة برضو اصلا انت بدأ قدرش تحكم فان انا اول مرة اسمع رأيك في علاقات زوجية غير ما تبقى حاجة للاطفال او مشكلات معي ايو فانا مصدومة ليه عشان مش متخيليك لان انا شفت خينات كتير في العلاقات اوكي انا عارف ان انت مش عايزة خراب بيوت بس هو صعب جدا ضبط النفس لا ما ده ضروري بقى لان الموضوع كبير وزاد مش هتتفقنا يا سالي احنا منتكلم من ارض الواقع طبعا مقدرش اقول حاجة دلوقتي غير انا شفت زيها واشتغلت انا زيها يعني هي كانت صحة لما رحت قلت وجهة السيد ورحت قلت لجزها دي اكبر غلطة عملتها ليه قلتلك هتاخد عقابها عقابها منين من مين من جزها ولو جزها تطلقها ويعني وجزك رح لها لسه ثلاث شهور على بل ما انا عد افكر واردت بورعي صح وده لا فكري الاول فكري الاول احتياجك للشخص ده ايه ارتباطك بي ايه اساس علاقاتكم كان عاملة ازاي ده بواجه عام مش في قصة ميرفت اه يعني انت باكتش عزانية تعمل كده عشان الجو ما يخلاش للتانية طبعا وتبقى هي بتفضلها السكة طبعا احنا كده بنغلط طب وانا لو واجهتها هل الخينة دي بتبقى نفسيتها عاملة ازاي عندها مبررها برضو عندها الدفع بتاع معقول يعني مع الرخص ده وانا أسفني بقول كده للأسف عندها مبررها مبرر ايه انها تكون سيمكن هي متجاوزة او لا لانو متجاوزة دي كارسة طب مش متجاوزة او تقولك عصلا سني كبر ايو فمن حق ان انا اتجاوز واخد وقت طب ما تخدي اختي واحد مش متجاوز شمعني انا متجاوز ده ما انا سني كبر مش هلاقي واحد بقى نفس ظروفي اخد يبالك اه هتلاقي نفس الظروف دفعتي كلها تجاوزت فانا مدور عن متجاوزين نفس الظروف اه وفي فكرة ثانية مهمة لما البنت بتكبر بس انها بيزي عايز قولك ان الرجالة كلها هتبقى ممكن تكون ضد اللي انا بقوله ده لاني اقولك مش عايب ولا حرام يعني ده لا بكسب فيها سواب انت ايه انت ايه يا شيخ انا احنا مش بريتكلم مش بريتكلم على الزواج التاني دلوقتي لاني زواج التاني ايه ضوابت وليه زواج التاني انا افشاك خاين يعني عارفة لو هو راجل خاين ويقولي انا اتجاوزت ولازم يسألني استشيرني عشان اقولك دي هتنفع بقى الظبط تعيش معانا رابو وقدرة تعيش معاها وتقبل ده ولا لأ وهل هي هتزل الصفي والشتوي وهتقدر تعملك الاكل وتقدر تكون موجود هتسيل علي شوية لا تستفزونيش زبط كده معيك في الكلام ده لكن خيانة حاجة تاني الخيانة اصلا في القصة ديت ايه نهايتها حتى مش جواز ولا حاجة ده هو خيانة فقط هي خسدت خيانة وهو راجل هو انا خاف لما لاقيه مع واحدة بس ولا لما لاقيه مع ستات كتير لا هو انا خاف اخاف لما لاقيه بقى يشوف غيري ليه طبعا هو يشوف غيري كتير يعني هو هو مجرد ما انا ما بقتش من اولوياته واهتماماته ورقم واحد في حياته واحدة زي اتنين زي تلاتة هو الخيانة ايه بصة بص خيانة فكرة الخيانة فكرة بتيجي بزي انت تبقى قعد معايا وشايفني واحدة تانية ايه الخيانة فكرة خلاص انا ده بكلمك ويتم تخيل واحدة تانية اصلا الخيانة ده مفهوم كبير او يا سال احنا عادنا نتناقش انا ديني بقى كده فرصة اوضح لك بالضبط الفكرة كلها هتبقى عاملة ازاي ايه بقى بيبقوننا اننا ملهاش مبرر وغير مقبولة لان انت شخص كده مؤذي لنفسك وللطرف التاني والاسرة وللستة اللي انت بتخون معاه طبعا ففيه ازى كامل يعني انه نقدر نقول ان الخيانة ده بالضبط كده حاجة زي كرة النار عملة تتحدث على ده وعلى ده وعلى ده كل واحد شوية ايه مبررك ده شيء يخصك انا مش هسمع مبررك ده شيء يخصك يعنيش دعوة بيه خلاص كده لكن اللي حصل ان انت دخلت في مسلس انا بسميه مسلس الرعب خائن طرف تاني بتخين غير المسلس انا دايما بعض اقول طالما دخل طرف تالت في العلاقة اي ام اوت انا برا صح جدا مفاش انا هستنى تحط مقارنة وتتكلم وشوف وده اللي حاجة هيجي يقولك انا عبعدت يعني هيك هل الخيانة الجسدية بنحسب عليها والخيانة الفكرية انا يأنت لك الخيانة فكرة طالما انت زهنة وفكرة لا تموت هيجي يقولك كده طالما انت زهنة امه خفيف ما هو امه خفيفة قوي في المرات ايوه والله العظيم يقولك يحب ينظروا جدا ويدوا مبررات ويقتنع ويقنع نفسهم ان دي حاجة طبيعية جدا ما فيهاش مشكلة مش مدركين كم الأذى اللي هما بيوقعوا على نفسهم وعلى اللي حوليهم الفعال خطير أصلا يعني انا كنت قادم مع حد من فترة بيقولي كم متجاوزة للمرات ويه ما تعرفش فاقولك انا كنت مختار اسم دلع الاتنين زي بعد عشان ما اطلق باتش ده زكي جدا زكي جدا طب هقولك على حاجة وجايب من كل حاجة اتنين يعني البنطلون اتنين الجازمة اتنين الشميز اتنين والله العظيم كم متجاوز خمس سنين ويه ما تعرفش فهو بيفتكر مهو كان لابس ايه اه مركز وبيفتكر هو لابس ايه عند ديفا يرجع بيه عند ديفا شوف التخطيط ايه حلاوة دي انا هنا شوف التخطيط بالاول مرة اسقف والله العظيم شوفتي بيخطط ازاي بيفكر ازاي بيرتبها ازاي لانها فكرة في دماغه هي مفيش حاجة هتضيحها طالما دخلت في دماغه الفكرة دي وشايف ان هي حاجة مرضية بالنسباله طبعا هو مش مرتاح مش مرتاح يعني انت مستمر مع دي مع زوجتك مش مرتاح معها لا سيبها لا لا في عيال لا ما انت كده ايه عند دي العيال تترمي لا 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 ما اخذ بالك انت لو بتعمله ده انت قسم ذهنك قسم نفسيتك قسم تفكيرك قسم مدياتك فمنتش مدي كل واحد حقه طب تفتكري جوز مرفت فيه امل في صلاحه خلاص هي عملت كل حاجة واحنا قلنا لها ايه اللي غلط وايه اللي صح انت عارفة ان انا ما بحبش اقول لحد حاجة تحبطه بس بالنسبة لجوز مرفت ده احنا كامع شخص مضمن شخص سلوكه سيء الله شخص مش مقدر المسئولية الله شخص مش قادر يستوعب البنت اللي هي محتجاله نفسيا قد ايه فلو هو هيصلح حاله بقيده مش بقيدها هي يعني فيه انت شايفة ان بعد الحاجات الحلوة اللي قلتيها دي هل فيه امل في اصلاحها انا شايفة ان الامل لازم يكون في مرفت هي اللي تأول نفسها مرفت هتعمل ايه ولا ايه لا 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 هي اللي تأول نفسها اه اعتمد نفسيا على نفسها متبصش نفسها ان هي حاجة نقصة او ان هي حاجة محتاجة لازم حد تسنيد معيها عشان تقدر تحيش حياتها كويس كونك ان انت انفصلت مرة وممكن انفصلت تانية ما بيش اي مشكلة خالص انت مضطرة تعيش حياة نفسي بقى المجتمع كده والازيز وكل حاجة بزيزة انا محتاجين نغير فكرة لا المطلقة معيوبة ولا فشلت ده احنا ساعات احيانا بيجي ولك لا لو هي عينة او عندها مرض ما هيجي للطفل وقعت تجوزها مبالك بقى لو مش مطلقة محتاجة تتغير لان المجتمع تغير وجات من الستات جات من الستات الكبيرة للأسف يعني جات من الكبيرة اللي تبقى عادة في البيت راحنا بكلنا مليمشي وراها هي دي رأيها اللي يبقى على اساس ايه افكار قديمة حدرك مش عايشة معنا في الواقع دلوقتي هو لما يتواجه هو يعيط ويندم وكده وده حلو ولا وحش ده يدني اي حاجة مع صحصية مضمن لا مش ده عادي بس حالف وحيات بنته بنته لو بيصرفش عليها لا لا يعني اعنا شايفة ان فكرة مضمن نفسه ديت اصلا بجد زي ملتلك خطة احمر احنا المفروض نفكر فيها اكتر من مرة يعني انت عايزة مرفة هي اللي تاخد قرارها بنفسها بس الده مرتبط بحاجة مهمة جدا ان هي تغير نظرتها نفسها لان هي شايفة ان هي عندها نقص طبعا رقم اتنين اه اللي بيدفعك واللي انت حاسة ان انت محتاجاله الاحتياج النفسي مزبوط بس الاحتياج النفسي لما ييجي مع الشخص غلط مش حاجة صحة يعني لما اكون مضطرة نفسيا ان انا انا نقصة او عندي مشاعر محتاجاها يعني هي ما كانتش بتحب لا اعتقدت كان ده ما كانتش قصة حب حقيقية ما الاولاني كان قصة حب لونيك الطفلة يا سالي 16 سنة حبيبتي بتتجوز يعني فين الحب يعني لا حب لا عقل ولا قلب اه احنا اتجوزنا عشان هو قالينا انت جميلة ونراضي وادها بس شوية كام كلمة كده تشجحها على الواقع اللي هي فيه ارتمطت بيه نفسيا عشان مقدر ظروفها مستوعبها حاسس ان هي حست معا ان هي لقيت نفسها علشان خاطر وضعها اللي هي مش قبلها او الظروف اللي هي تحطز فيها عشان المجتمع بيقول دي مطلقة في المصغير اخر حاجة ايسألها لك عشان برضو عجبتني في رسالتها هي كتبة جمل كلها صريحة وحلوة قالتلك لما هو بدأ يشتم ويغلط انا بقيت ارد عليه وده طبيعي اقوي يعني لما يجي اشتمني اشتم في الحالة دي اه بجد ايوة ده شخص ملمي غير متزن اه في الحالة دي اه طب ولي مش مدمن لو شادها مش الاصل بيحكم بقى سعيتها يا سيلي اصلنا بيحكم اصي مش هدعف نقول كده ايوة يعني لأ انا بقولك في الحالة دي شخص غير متزن مؤذي لأ لانه اه يعني انا عايز عرف التعامل مع الاهانة انا دايما يقولك لما يغلط او يعلي صوته اسكوتي حسب بالله يا سيلي بصي الامور ما ينفعش عمامها ما انا لو امت هجيبة فانت عايز تتفرج الامور ما ينفعش عمامها يعني فيه فيه حاجات يعني ارتباطات نفسية من الزجين مش شرط تكون شاملة كل يعني فهمها قصدي يعني بمعنى انا بحب جوزي مثلا جوزي عصبي خلاص كده لو تعصب انا مستوعبة ده سما فيه فلازم امتصها ايه طبعا كل مرة ما اقول ده طبيع يعني هي لو عصبية هو لازم امتصها طبعا لو بيحبها وبيقدرها يمتصها الله هي دي النقطة ما احنا بقعزين نوصل لغة تفاهم بنا وبنبعض عمر ما صفاتنا هتتشابه مفيش كده لكن فيه اتقبل صفة فيك واعرف هتعامل معها ازاي يا لما يقول حاجة واشا اقوله دي تربيتك بزبط ده اصلك ما برضو دي فيه حدت ما دي استفزاق ده هو يوم يضربها يعني لو قلت له كده يوم يضربها بجهد دي يوم يبدي اوليكي تربيتي سوائن هي تاخد بالها هي تاخد بالها مربط برضو من فكرة ان هي ما تردش الاهنة بالاهنة ان هو شخص غير متزن ما تضمنش ردود افعاله المطلوب منك قبل ما ترد الاهنة بالاهنة تبقى انت يوقف على الارض بقى يحصل حاجة كتير بصي اسئلة معاك بص خلاص ده اخر سؤال بقى يحصل حاجة يعني كتير بقيت اشوفها في مجتمعنا للأسف وبنلاقيها على الناد دايما بيكتبوها ستات انه بيدخل على صفحات مخلة ايوة دي خيانة يا دي قلة ادب وقلة وغلط وحرمانية وفيها ادمان طبعا جدا فيها ادمان هم نتكلم على ايه يعني حالة ممكن نوصل لها طبعا فيها ادمان بس دي خيانة يعني هنا لازم وقفة ولا موما اكلمش واحدة سيت توات هر ايبا بصي الموضوع صعب شوية ان احنا نناقشه دلوقتي بس انا هديكي فكرة بسيطة كده لو لقينا ده نحاول نشوف احتياجاته ايه ونقدم شوية اكتر انا عزي بس بس دي كارث اه كارثة وبتقصر وبتعمل خلل جامد في العلاقة الزوجية ما بين اتنين طبعا بتعمل خلل جامد انا استغربت الحرك بتقولي لقتي انها ادمان اه ادمان ادمان انا فاكر الادمان المخدرات بس انه ادمان على مواقع زي دي تبقى كارثة لا ادمان تضمر مجتمعنا طبعا طبعا بشكل كبير والتعود عليها بجد بيفسد العلاقات لان احنا في حالة تانية بتحصل غير مرتبطة بالواقع طبعا فبالتالي انا هنا حصل متعة اكتر في ده طبعا غير الحقيقة فنحصل رفض بقى هنا في الحالة دي فالعلاقة بتفسد يعني احنا كده قلنا كل حاجة في جوز مرفض بزبط قلنا العبر شخص مدمن اوكي شخص اعتمادي مدمن يعني حطي بقى تحت حاجات كتير او ممكن تحصل هي تعمل لها عزاسة هي رقم واحد تقوى 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 اتنين هي مش ضعيفة هي مش موت انضعف خالص احضر نفسي وانا معايا انه هيجي الوقت اللازم امشي او لو احنا احنا هنحاول معايا مرة واثنين وثلاثة لانه بقى كويس ما فيش داع انك تضيعي بقيت عمرك مع شخصية بتستهلكك وتستنفيذك التعلق ده وحش هو التعلق والاحتياج النفسي واحساسها ان هي عندها حاجة عيب حبيبتي والله ما فيه عيب يعني انت مطلقة لظروف ما انت جوزت الاول في سن صغير فاطلقتي ده شيء يعني متوقع اخد بالك فجوازة تانية انت خدتيها عشان انت شايفة ان عندك عيب في الجوازة في حالتك الاولية ولسه مستمر عشان خايفة المجتمع يقول عليك ايه بعد كده وانت عندك بنت وولد لا يا اه شيئلة مش سهلة شيئلة كبيرة بس محتاجة واحدة تكون وقفة على الارض صلبة مش حاسة ان عندها ضعف ومحدش بيلعبها نفسيا ومحد بشي لعبها نفسيا شكرا نورتيني شكرا شكرا شكرا